السلام عليكم متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتنا قناة مغربي وبريطانيا مروكن اند بريتيش بالنسبة لهذا الفيديو فهو موجه للأشخاص اللي خلوا لنا أسئلة كثيرة بأنهم ما يلقاوش مواعيد شهادة الكفاءة وشهادة الجنسية إذن كيفما كان نصح جميع المتابعين دينا يجب حجز مواعيد قبل شهر ونصف على الأقل قبل أن يأتي الخاطيب البريطاني إلى المغرب إذن يجب حجز هذا المواعيد بشكل مبكر لأنه مثلا إذا كنت ستتزوج في ديسمبر لن يمكن أن تجد أي مواعيد متاح لك لأنه جميع المواعيد تم حجزها مسبقا إذن في هذا الفيديو سنوريكم كيفية حجز مواعيد مع الصفارة وكيف يمكن الحصول على مواعيد وسنوريكم بأن بعض المواعيد كانت مفتوحة البارحة لكن اليوم لم نجدها مفتوحة يعني أنه قد تم حجزها بالكامل إذن في كل مرة ترى مواعيد مفتوحة إذا كانت مناسبة لك يجب أن تقوم بحجزها بشكل سريع لأنها ستعمر بالزربة إذن سنوريكم كيفية تقوم بحجز مواعيد مع الصفارة كينجوج طرق طريقة يمكن تدفع لهم أونلاين وتمشي تحضر المواعيد ديلك وتأخذ الأوراق ديلك أو يمكن تخرج ديك الورقة تعمرها ودها معاك للصفارة وتم ما غيقضو لك الأمور ديلك إذن سنبدأ معكم أول حاجة يجيب القيام بها هي تمشي لجوجل تكتب بريتيش أمباسي رابات إذن تكتب بريتيش أمباسي رابات غتعطيك بعض النتائج غادي تهبط الأول نتيجة إذن أول نتيجة اللي هي بريتيش أمباسي رابات غوف دوت يوكي غادي تختار أول نتيجة تكليكي فيها إذن غادي تنتقل للصفحة الرئيسية ديال الموقع الحكومي البريطاني هنا غادي تهبطل تحت أول حاجة غادي تديرها أول شيء يجب القيام به يمكنك أن تذهب لـ Notorial and Documentary Services Guide سترى أمامك Notorial and Documentary Services Guide غادي تضغط على Notorial and Documentary Services Guide وهكا غادي تنتقل الصفحة أخرى اللي فيها البلاسة اللي غادي تحجز منها الموقع الحكومي البريطاني إذن ضغطنا على Notorial and Documentary Services Guide هنا أتعطيك مروكو Notorial and Documentary Services غادي نهبطل تحت ونشوفو شنو هما الخدمات اللي كتقدم السفارة بالنسبة للناس اللي بغان يحجزوا مواعي إذن كان هبطل تحت Services we provide in Morocco كالقاو جاليزازيون كالقاو بزاف ديالليسيرفيس نحن نعطيكوه الـ Administrar an oath affirmation or affidavit including marriage نعطيكوه فيها لأنه هنا تندرج شهادة الكفاءة وشهادة الجنسية إذن دخلنا لها نحاولون هبطل تحت This service is for people who need to swear an oath, make an affirmation or make an affidavit in front of a consular office إلى آخره The embassy will not draft documents for you other than those required for marriage There is additional information on what you need to bring to an appointment for marriage affirmations or affidavits below For other oaths, affirmations or affidavits, first check with the embassy which format they will need إلى آخره What you will need to bring with you What will you give to your appointment? Proof of identity Fees What will you give to them? Proof of identity And if you want to find out online, you will find out what you need to do for 4 hours Okay So, additional information for marriage affirmations or affidavits This service replaces the certificate of no impediment CNI from ten March إلى آخره إذن هنا كي قد تقول لك جوجة الأوراق المهمة اللي هي شهادة الكفاءة وشهادة الجنسية The affirmation of affidavits which replaces the capacity to marry إذن capacity للزواج A certified copy of your British passport which replaces the certificate of nationality إذن يكون هناك نسخة من جوال السفر عليها طابع السفارة وهي تكون هي شهادة الجنسية إذن هذه بعض المعلومات الخاصة هذه معلومات خاصة بهذه الأوراق عادي و بهذه الزواج هذا اللي كيتم في المغرب هناك يقول لك شما الأمور اللي قد تجيب معك Task Force بالنسبة للزوج والزوجة Original Divorce بالنسبة للناس اللي انطلقين خصم الدمع من Divorce ديالهم إذن وبعض الأمور الأخرى إذا كانت عندك هذه الحالة مثلا الاسم ديالك غيرتها إذن كتجيب شيء أمور اللي كتتبهي لهم بأنك رغيرت الاسم ديالك حاجة أخرى اللي هي الأداء المبلغ الذي يجب أدائه في السفارة إذن احتل هنا واضح سنضغطو على Affirmation of Marital Status إذن هناك يعطوكم معلومات على الزواج خارج بريطانيا أو الزواج في الخارج يعني في المغرب بالنسبة للمغاربة مجددا هناك يلقوا معلومات اللي كي هضروفها على هاد شواهد هذي اللي كنت تعطى إذن سنحاولو نحبطو التحت سنضغطو على Start Now إذن دخلنا كنختار Where do you want to get married فين بغاية تزوج سنضغطو المغرب مثلا إذن موروكو شوفوا موروكو نضغطو عليها اوكي اختارينا موروكو سنضغطو على Continue إذن هنا سنضغطو Where do you live UK لأن الشخص البريطاني هو الذي يكون يقدم تعمر هاد الفورميلير What is your partner's nationality سنضغطو National of Morocco سنضغطو على Continue Opposite sex بطابعة الحال Continue Information based on your answers ماريج in Morocco Before you start هذه المعلومات كي أعطوها للشخص البريطاني يقول له قبل أن تبدأ إذراء هذه الزواج يجب أن تتكونتاكتي مع هذه العدول وتعرف ما هي القوانين البلاد ما هي القوانين البلاد التي سنضغطوك إذن معلومات عامة What do you need or what you need to do To prove you can legally get married You will need to بشبيل لهم بأنك بالنسبة للشخص البريطاني بشبيل لهم بأنه عنده الحق أنه يتزوج يحصل لشهادة كفاءة وشهادة الجنسية Nationality وسيؤدي عليها 1 25 باوند بالنسبة للنشناليتي بالنسبة للكفاءة على ما أظم أنه الثمن هو 50 باوند إذن تجيك 95 باوند بالنسبة للورقتين هنا عدنا نوع التقديم إذن نوع التقديم هناك تقديم أونلاين وهناك تقديم Personal إذن نبدأ وبتقديم أونلاين إذن هنا بعض الأمور اللي ستحتاجها في لا بونت مو ديالك من اللي ستحتاجها في لا بونت مو إذن الآن Apply for the Affirmation of Marital Status سنحاولون التقديم لهذه الورقتين اللي ذكرنا إذن نشوفوا كيفية التقديم سنضغطوا إلى Apply for the Affirmation of Marital Status كأونلاين أوكي وبعد ذلك سنقوم من محاولة ديال Apply for and swear and affirmation of Marital Status in person هل نشوفوا شنوه الفرق ما بينت أونلاين وما بينت أونلاين إذن إذن سنتقلوا لهذه الصفحة هذه Do you have a UK passport بما أننا مثلا الشخص البريطاني سنضغطوا يس What type of ceremony are you planning ما هو نوع ceremony نضغطوا مريض Is your partner of the opposite sex سنضغطوا yes Is your partner a Moroccan national سنضغطوا yes What is your sex as shown on your passport مثلا نضغطوا male بمعنى مثلا رجل بريطاني أو رجل لديه جنسية بريطانية هو من يقدم What is your religion نضغطوا مسلم continue Getting married in Morocco To get married in Morocco you need to complete your affirmation of marital status online swear and sign your affirmation إذا كنت تكمل المعلومات online وتمشي للسفارة لكي سنضغطوا المسائل من بعد أن يقضوا عليك تنبيوها ويضروا الطوابع لهم الخاصة إذا كنت سنضغطوا الثامن هنا شهد الفلوس 50 بالنسبة لشاهدة الكافاءة 25 بالنسبة لشاهدة الجنسية كاتب continue continue إذا نضغطوا على continue ونضغطوا بالصفحة الموالية لكي نكملوا الحجز والتأكيد لها الموعد هذا How to complete your affirmation of marital status أنك يعطوك الخطوات كيف تكمل هذا الحصول على هذه الوريقات كيف تكمل الحصول على الموعد والذهب والحصول على الوريقات ولدي لك هذا الحصول على هجل and certified copy of your passport book an appointment at the British Embassy in Rabat of Honorary Consulate in Marrakesh تعمر الفورم online او تخرج الوريقة وتعمرها بسطيله و اضيه اناك للسفارة منهار الموعد ديالك لكي لا يقضيها و اعطيك شهادة الكافاءة الخاصة بك و شهادة الجنسية اذا سنقوم بتلتحش من بعد ما اضغطنا على continue اخذتنا الباج اخر هل كملنا الاجابة على هذه الاسئلة سنوصل للمرحلة اننا سنطلبوا هذه الوثيقة بشكل online اذا احنا سنرى in person كيف هاش الامور in person نحاول نطلبوا هذه الوثيقة in person نضيها نعمرها و نضيها معنا السفارة نهار الموعد ديالك اذا سنرى و نضع نضيها نضيها get in this document in person اوكي انا الى رجعنا للتحش غادي نلقاو in person هذه ستبقى لكم apply for and swear affirmation in person سنضغطوا الى british embassy هنا سنقلنا مباشرة من اللي نضغطوا الى british embassy الرباط سنقلنا nation المواعد اذا سنضغطوا المواعد و نرى ما كان مواعد اذا select a date and time slot هناك يضعوا كل مفتاح المواعد بالخضر available بالcreate in available ما كان بالزرق مغلوق selected يعني مختارة اختارتها او مختارة زرق خفت تعني not yet released لم يتم فتحوها بعد اذا نرى نحن جربنا نهار 20 نوفمبر اذا نرى ما كان اسبوع الى 20 لا ينوال ثم نرى نضع next date و نكمل البحث لنا اذا الاسبوع الذي يبدأ من 27 نوفمبر نقلب مجددا و نضغط الى next date لننتقل الاسبوع الاخر اذا نبدأ في December مكين و سنكمل عبر شهر December و نرى مواعد مفتوحة هذا لماذا نصح جميع المتابعين انهم يقوموا بحجز المواعد مبكرا شهر ونصف او على الاقل شهر قبل مواعد الزواج هكذا يمكن لهم يلقعوا تاريخ اللي كتناسب الوقت اللي بغني تزوجوا فيه اذا الان وصلنا اليناير و ما زال ما كينش مواعد January so we're going with January now اذا الاسبوع الثاني من يناير او الاسبوع الثالث ما كين والو اذا بداية الاسبوع الثالث غنشوف وشكينش حاجة اذا غنكم اذا هنا رقنا مواعد السابع عشر من يناير هناك مواعد مواعد مفتوحة ومواعد بعدها اللي ما زال ما تفتحت not released اذا هاد المواعد ها يمكن نختاروا منها مواعد اذا مثلا ناوي الجوج في يناير جانيري من الان يمكن لك تختار المواعد دي اذا اختاري هنا مواعد في 17 يناير نختار مثلا العسرة والنصف الحادي عسرة اذا العسرة والنصف الحادي عسرة كليك على continue personal information اذا هنا معلومات خاصة تدخل معلومات بش تقوم بالحجز دي هاد الموعد اذا هناك معلومات يمكن نقدم معلومات فقط لنريكم اننا سنحجز هذا الموعد اذا ندخل معلومات مثلا اسعم مثلا فاتح ندخل معلومات لمثلا هي معلومات غير حقيقية بالتأكيد نحن فقط نعطي مثال مثلا هذا هو جيميل اذا نعطي رقم مثلا رقم يجب ان يكون رقم بريطاني لان رقم الهاتف اكيد ان الشخص بريطاني هو من سيقدم لهذه الوثائق نضع رقم جواز صفر مثلا ونضع تاريخ ميلاد اذا هناك خطأنا سنغيره رقم جواز صفر سنغيره مثلا حتى يتماشى مع الصفحة اوكي الان نضغط على continue اذا هنا additional comments يخبرونك هل هناك اي شيء تريد اضافته اذا سنضع capacity of marriage certificate capacity certificate و nationality certificate اذا هذا يعني اننا نريد اخياتين الوثائق اذا نكتب هذه الوثائق الوثائق في additional comments هنا reasons or reason for request سبب طلب هذه الوثائق نكتب الزواج اذا هنا بعض المعلومات الخاصة بالموايد عندما تأتي الى الموايد ماذا سيحدر من نسبة للشخص البريطاني سيحدر جواز صفر البريطاني والطلاق اذا كان مطلقا اذا كان ارملا يجب ان يحتر شهادة التي تظهر عنه ارمل وكذلك وكذلك النقوط الخاصة بالاداء اغريمنت اذا بعد ان تكتب اي اغري فانت ستقوم بحجز هذا الموعد وسيصلك في الايميل الخاص بك التأكيد اذا لن نقوم بحجز هذا الموعد لاننا قدمنا فقط كمثال للاشخاص اذا لن نقوم بتأكيد هذا الموعد اذا هكذا يمكنك حجز الموعد الخاص بشهادة كفاءة وشهادة الجنسية الان سنمر الى البحث في هذه التواريخ مجددا اذا بحثنا في التواريخ البارحة ووجدنا انه في 17 من يناير هناك تواريخ اذا في 17 يناير كان تواريخ يمكن حجزه اليوم قمنا مجددا بالدخول الى هذه المواعيد والبحث هل المواعيد ممكنة اذا سنقلب مجددا اذا نحن الآن في يناير نقلب في يناير نفس التاريخ للقناة البارح القناة في 17 لقنا بأن مواعيد مفتوحة اذا سنقلب ونشوف وش المواعيد مفتوحة او لا هذه نطلع الفوق اذا continue لحد الان لا لا مواعيد اذا هذا الاسبوع 15 17 17 17 يناير المواعيد التي كانوا البارح لا يمكن اليوم لدينا مواعيد التي ستفتحها في 18 يناير اذا مواعيد 17 يناير عمرات اذا بالنسبة الاشخاص الذين تزوجوا في يناير مثلا 18 يناير خاص يبقوا هذا الموقع ومن التي تفتح المواعيد الخاصة 18 يناير مثلا يقوموا بحجزة الآن حتى تعمر بالزربة اذا من الآن ترى التواريخ ذلك كنت يناير تزوج مثلا تدفع لهذه الوطائق 18 يناير فانت تبقى هذه السيت ستفتح المواعيد خاصتك تحجز لانك عندما تحجز مشيتي لنهارات اخرى التي ستحجز من بعد ستحجز 20 وانت اذا تقدر تأخر لك الزواج هذا الذي نصح به الحلقة هذه ان شاء الله نلقاكم في حلقة اخرى شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته